معمل اسمنت الفلوج الأسود أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن العراقية عاد إلى العمل بجهود كوادر فنية وهندسية عراقية بعد أن كان متوقفا عن العمل في ثمانينيات القرن الماضي تم افتتاحه مؤخرا لكنه يواجه مشاكل في ارتفاع أسعار النفط التي باتت تؤثر على طاقته الانتاجية والكوادر العاملة فيه هذا المعمل الذي دام توقفه منذ أكثر من أربعين عاما وتم أبرام عقد مع الشركة الغربية لصناعة السمنت المحدودة بإعادة تأهيل وتشغيل هذا المعمل وبفعل تم تشغيله بجهود ذاتية وبأيدي محلية وينتج المعمل الاسمنت الأسود نوعيات جيدة وبمواصفات عالمية حيث يعد من الصناعات المحلية المعتبرة التي تضاه المستورد وتسد حاجة الأسواق المحلية فضلا عن الإقبال الكبير من المحافظات العراقية لا سيما محافظة الأنبر خلنا مؤخرا جهاز الأكسريل الفحص الكيميائي والحمد لله بلش يطلع المنتوج من النوعية الزينة وينافس المنتوج المحلي وقابل للزيادة إن شاء الله إقبال جيد جدا نوعية جيدة جدا وبشهادة الوكلاء وإنتاجنا وإقبال الوكلاء وإقبال المواطنين عليهم بأي مشكلة عليهم جهود كبيرة تبذلها وزارة الصناعة والمعادنة العراقية وكوادرها الفنية والهندسية في معمل اسمنت الفلوجة الأسود لسد حاجة الأسواق المحلية وفي خطوة لمحاربة المستورد والاعتماد على المنتوج المحلي من محافظة الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير